التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة التقى الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دوء علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات العسكرية التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافقة له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول لقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية لكل الجانبين من جانبه قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة متمنياً له التوفيق في مهام منصبه مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكل البلدين خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية موسيقى 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 الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية قلاع عسكري هدفها تخيج أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة من مختلف الكلية العسكرية موسيقى الكلية الخربية موسيقى الكلية البحية موسيقى موسيقى الكلية الفنية العسكرية موسيقى كلية الطب بالقوات المسلحة موسيقى الكلية العسكرية التكنولوجية موسيقى هؤلاء الرجال يتم تدريبهم وفقا لأرقى النظم العلمية الحديثة موسيقى منيق دراسية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدمة موسيقى يحصل خلالها الضابط على شهادات مدنية إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية يحصل الضابط خريج الكلية الحربية على بكل ريس العلوم العسكرية بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية تبقى للتخصص يحصل الضابط خريج الكلية البحرية على بكل ريس العلوم العسكرية والعلوم البحرية بالإضافة إلى بكل ريس العلوم السياسية من جامعة الأسكندرية يحصل الضابط خريج الكلية الجوية على بكل ريس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية تبقى للتخصص يحصل الضابط خريجي كلية الدفاع الجوي على بكاليريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي بالإضافة إلى بكاليريوس الهندسة في أحد تخصصات الاتصالات والحاسبات والميكاترونيكس بنظام الساعات المعتمدة من جامعة القاهرة يحصل الضابط خريجي الكلية الفنية العسكرية على درجة بكاليريوس الهندسة بتخصصاتها وشهادة إتمام الدراسة العسكرية يحصل الضابط خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة على درجة بكاليريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام قطرة امتياز وترخيص مزاولة المهنة بعد إتمام عمي الامتياز بنجاح لحصول ضابط خديق الكلية العسكرية التكنولوجية على درجة البتليروس المهني في التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية المصرية كل في تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية خير أجنى بالأرض الواجد الشرف الشرف الوطن وللتهرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنصيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والقليات العسكرية على الانترنت www.tanseek.mod.gov.eg ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov اشتركوا في القناة